اهلا وسهلا بحضراتكم مر اخرى عزائي المشاهدين خلوني ارحب بضيف وضيف حضراتكم في هذه الفقرة النجم الكبير كابتن مهر همامزة كابتن مهر كابتن اسلام اهلا حبيبي ربنا بيك سعدائي جدا بيجود حضرتك معنا كابتن مهر خليني ابدأ مع حضرتك النهاردة والكل بيتكلم عن تعادل النادي الاهلي النهاردة مش التعادل وفقودان نقطتين ولكن الاهم من الاداء لم يكن جيدا في مباراة اليوم بالزبط هو التوفيق وعدم التوفيق اسلام احنا كنا لسه بنتكلم قبل ما نطلع هوا منقول مش نهاية المطاف يعني صحيح لدنيا يعني حتى تتكربس في ان احنا تعادلنا مباريتين نستة مشهور طويل يعني مخسرناش الحمد لله 40 يعني كان النهاردة ممكن ممكن يبقى فيه خسارة بالهجمتين اللي كانوا موجودين في بداية المباراة بالنسبة لسموحة وانقاذهم الشيناوي بشكل احترافه بشكل جميل فكان ممكن يبقى فيه خسارة لكن عاز اقول ودروس طبعا اولا من التأسف لجمهور الناد الاحلي مش عايزين جمهور الناد الاحلي يزعل ولازم يعرف ان ساعات بيبا يوم يوم غير عادي صحيح واضح النهاردة ان فيه يوم غير عادي للمجموعة ككل يعني حتى مستر كولر كمان يعني الادارة الفنية المجموعة كلها نهاردة يوم مش يمنى بالزبط يوم مش يمنى لكن عاز اقول مش نهاية المطاف الدنيا مش هتوقف بالعكس خلاص النهاردة انا في رأيي ان احنا نقف الملف بتاع سموحة ونبدأ نفكر في المبرارة القادمة لكن هنا في دروس اسلام ودروس مستفادة جدا قبل ما نروح لدروس المستفادة يا كابتن مهور احنا برضو هي الناس حابة ان هي تتكلم معرفش ليه لكن هي الناس حابة ان تتكلم عن الاخطاء اذا كان هناك اخطاء وفي فريق في العالم ما فيهوش اخطاء صعب جدا طبعا يعني في النهاية حتى اذا كان هناك اخطاء فيجب او شغلانة المدير الفني او الجهاز الفني كاملا ان هو يعالج هذه الاخطاء مظبوط ايه والتدريب يقول كده كمان ان اللي عبي يخطأ المدرب صالح ده دور المدرب في الجزئة دي احنا النهاردة كان عندنا مشكلة مشكلتنا كانت فيه من الناحية الهجومية عندنا النهاردة يعني احنا واحنا قاعدين حاسين ان احنا لو لعبنا عشر تيام زي ما بنقول مش هدارف نجيب جول او مش هنجيب جول مشكلة الحتة الاودامنية والصداع اللي انا شايفه هو واجه دماغ الراجل الجزل قداماني يعني النهاردة اسلام تده تقول عندك ثبات يعني ده ده يمكن الفرصة اللي تلعبت بينية وراء خط الظهر لماكارونا لعب الجناح ليه طبعا سموحة ولعب صغار 21 سنة لكن لعب مبشر خامة جيدة لكن خبرة وتحرك الشناوي كانت فيها نوع من اليقظة ونوع من التغطية الشناوي عالج الخطأ ده اسلام عالج خطأ الرباع اللي ورا يعني هنقول ان الخط كله ضرب في البص ده لكن الشناوي طلع طبعا بجرأة وشجاعة وقدر ننقذ هدف كان من بداية الماركة كان ممكن للغبط كل الحسابات وكان ممكن دخلنا في مشكلة صعبة جدا ان احنا كنا نطلع منها دي طبعا الهاجمة التانية اللي برضك مكارونا لعبها بالعرض عدد مدافع قلبية الدفاع عبد المنعم ومتولي وطبعا عدد كمان مهاجم سموحة المهاجم التاني يعني كان فيه نوع من طبعا طلوع الشناوي في الوقت ده كمان قفل عليه بشكل كبير جدا خلى الرجل اتلغبط ده رجل ان هو حطها من فوق العرضة هو طبعا قلق من الشناوي لما راح له زي الأسد زي ما بقوله طبعا التصرع بتاع المهاجم قدر ان هو يلعبها من فوق القائم دي برضك هجمة كانت هجمة مؤسرة بشكل كبير جدا ودي كانت زي ما انت قلت مشكلة من ضمن مشاكل دفاعاتنا يا سليهم يعني المشكلة الأولى طبعا دي طبعا فرص النادي الأهلي من خلال المباراة اه بصراحة يعني يعني دي كانت عايزة بس من كريم ان هو يزوقها أقوى من كتر صحيح يعني هي تلعبت لكريم في المساحة الفاضية بشكل جيد وفعلا كريم قدر يزبق الباكليفت لسموحة لكن كانت محتاجة بس قوة يقدر يزواها أقوى من كتر فدي بضك حاجة من ضمن الحاجات اللي فيها تصويبة من لعيب سموحة لكن طبعا زي ما قلنا النهاردة يقزت الشناوي الحمد لله أربع من يعني الحاجة الحسنة الوحيدة النهاردة تقدر تقول يقزت الشناوي من خلال الجيم لكن سؤالي برضو يا كابتن هو ليه دايما أو ليه فجأة كده بيجي وقت ايه السبب اللي بيخلي اللعيبة كلها الحداشر أو العشرة اللي موجودين يعني تحس ان هم مش في مستواهم الطبيعي عموما بقى بتكلم بشكل عامل أول نهاردة قبل ما نتكلم عن نادي الأهلي اه بص اسلام اذا ما كانتش موجودة الدوافع وشخصية النادي الأهلي وروح القتالية وروح الفنان الحمرة من بداية المباراة هي دي اللي بتدخلنا في الشكل اللي احنا شوفناه بيبان من بداية المباراة انك انت وانت بتسخن تعليمات مستر كولر تشجيع الجماهي ليك ده وفعك من المباراة انت عايز ثلاث نقاط ازاي ما احنا قولنا متورسين أجيال وراء أجيال في حياتة التلت الساعة الأولى مهم جداً النادي الأهلي بيقدر يخلص فيها ودي تعليمات مستر كولر من بداية ما تولى مش هو بس يمكن كل المدربين ربع ساعة أو تلت ساعة الأولى مهمة جداً انك انت تنزل تضغط على الخصم وبتبين ضغطك ده من خلال شخصيتك واستراتيجيتك اللي انت بتفرضها على الخصم اللي قدامك النهاردة البداية ما حسناش بالكلام ده اسلام يعني رقم واحد ما حسناش بالروح دي ما حسناش بالضغط ده ما حسناش بالجرأة دي روح الفناني للحمراء النهاردة حاجة غريبة كل اللعيبة تحس ان ما فيش الاتحام يعني عكس مسلا سموحة من بداية المباراة بيشتركوا في كل كورة بيخبط في كل كورة بينط في كل كورة وخبالك اسلام كل ده كان واضح لكن ايه السبب اللي يخليني أنا كلاعب لما حركوا تنجمي في النهاردة الأهلي وبتلعب بهذا الشكل كان بيجي عليك مقوقات بتلعب بهذا الشكل كان ايه السبب ايه الاسباب اللي بتخليك توصل لكده احنا عايزين نوصل للاسباب انا عايز اقول لك الاعداد الزهني والتركيز في المباراة ما دخلناهش اه من بداية المباراة يعني الاعداد الزهني والتركيز في المباراة هو اللي يديك المبادرة واضح ان احنا التركيزنا النهاردة كان قليل اول بالنسبة لمعظم اللعيبة طبعا كمان يمكن الوجبات الدفاعية بقدة كان فيها قصور النهاردة يعني خط الورا في الكورتين الفرصتين اللي جملة اللي اسموحة كان ممكن يكونوا جوال الحاجة التانية تقارب الخطوط يعني تحس ان نص الملعب كمان الاسلام بعيد في بداية الهجمة عن المدافعين يعني المدافعين عايزين يبنوا الهجمة لو هي من ناحية مثلا متولي يبقى لازم السلية قريب منه صحيح وبعدين حمد فاتح هو اللي يبعد شوية العكس عبد المنعم يبقى حمد اللي بينزل والسلية اللي بيبعد شوية النهاردة تحس ان الاتنين موجودين وقفين على خط واحد على فلات واحد ودي غريبة يعني لازم يبقوا عاملين كده واحد كده واحد عامل كده الحاجة التانية كمان بالنسبة لخط الهجوم فترات كتيرة جدا في التلت الهجومي كل الناس وقفوا على خط واحد يعني حتى كمان سافيو اللي هو صنع الألعاب حتى قبشة لما نزل كل الناس رايح جوة جوة التلتة 18 في دفاعات سموحة وقفين على خط واحد صعب جدا يعني مفروض مفروض الانتشار اللي احنا تعودنا عليه يعني واحد متقدم واحد متأخر واحد بيهرب واحد بيخلق النفس مساحة الحاجات دي أسلام على الجانب الآخر برضو أنا بلاعب فريق بيلعب العشرة تحت الكور مع حرس المرمى طبعا العشرة تحت الكور ما هو أنا كمان في الحالات اللي زي دي كابتن ما هو أنت في عشرة قدامك يعني أنت أو أنت بتلعب في عشرة قدامك كيف يمكن استغلال هذه الأمور بمعنى أنه إزاي أنا كلاعب بقى جوة الملعب أقدر أفك هذه التحصينات الدفاعية بالضبط ده اللي احنا بلعب بقى التاكتك اللي هو اللي بتدربوا عليه اللعيبة اللي مستر كولر بيحافظ باللعيبة يعني أطراف الملعب مثلا هتلاقي مثلا أنا موجود فيها هاني وكريم ما حسناش النهاردة بالمساحة بتاعت هاني وكريم ما حسناش بالاختراكات ما حسناش الأوفاللاب ما حسناش بالكورسات العرضية المؤثرة وراء دفاعات سموحة النحية الثانية معلول وعبدالقادر بدك ما تكنوش بحالتهم الرابط بينهم من بعض كورسات النهاردة معلول قليلة جدا يا إسلام أول مرة نشوف يمكن كورس في الشرط الأولاني أو اتنين وفي الشرط التاني يمكن كورس واحد بس اللي موجود النهاردة كمان بالنسبة لتحرقات شريف لازم يبقى شريف عودنا إسلام اللي هو بيهرب بين السدباك والباك ما شفناش الاختراكات دي بتاعت شريف سافيو بعدته كان بيطلع يزيد مع راس الحربة لو الشريف يتحرك كده سافيو بروح رايح عكسه والعكس صحيحة وراح الناحية دي سافيو بيجي الناحية دي التصويبات اللي على المرمى يا إسلام بردك النهاردة ما كانتش موجودة بالشكل ده عايز أقول لك يا إسلام في التكاتلات ديت تملي بعض الواجبات اللي تطلب من اللعيبة إن نلعب الكورة عند راس الحربة عشان يبقى السيستم حتى أقدر أخذ منها فاول أقدر أخذ فيها يقدر يلعب فيها داب الباص يقدر يستيلم ويقدر يفوت الحاجات دي مع الأسف ما شفناش النهاردة تقدر تقول الفرقة فيها حوالي 8 لعبة دوليين لازم يبقى عندك المرونة التكتكية دي يعني في خطوط عريضة بيقولها ميستر كولر لكن في خطوط عريضة ليه كانت بقى يسلامت يعني بمعنى إيه؟ هو الرجل قال مثلا الكورس العرضي لازم يبقى فيه واحد ريبة واحد على الوسطانية واحد مثلا جاي اللي جاي بره 18 بقى مثلا فيه 2 متابعين دي أساسيات طبعا بيشتغل عليها اللعيبة في الجمل التكتكي لكن فيه حاجات بقى بيبقى فكر اللاعب نفسه يعني بمعنى إيه؟ مرونة التكتكية لللاعب نفسه النهاردة رجل قال هصاوب على الجول طب إيه المانع إن أنا أعمل دابل باص؟ إيه المانع إن أنا روح واحد ضد واحد؟ بالضبط فدي حاجات يعني مفروض إن هتبقى موجودة في معظم لعبتنا اللي هي الحاجات الحلول اللي زي بيولوا عليها الحلول الفردية الحلول الجامعية ما شوفناش النهاردة من معظم الخط الأمامي للعبتنا دي الأعلي لذي ترجمة نانسي قنقر